الحمد لله الذي له الخلق والأمر والعزة والقهر تبارك ربنا وتفضل علينا بهذا الشهر وبلغنا أواخره العشر فنحمد الله تعالى ونشكره ومن كل سوء وتقصير نستغفره ومن كل خير وفضل نرجوه ونؤمله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقدَّس اسمه وعظم حلمه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من صام واعتكف ولربه تقرَّب وتعبَّد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد أما بعد فيا أيها الصائمون الكرام اتقوا الله تعالى وأطِعوه وعلِّقوا به قلوبكم ورطِّبوا بذكره ألسنتكم واسكُبوا من خشيته ورجائه عبراتكم وأنزِلُوا به حاجاتكم فهذه الليالي فهذه الليالي هي ليالي الرجاء وهي ليالي السؤال وهي ليالي العفو والمغفرة وهي ليالي العطاء والرحمة وهي ليالي العتق من النار أيها الصائمون أيها الصائمون الكرام لئن مضى أكثر شهرنا فلقد بقي منه أرجاه ولئن تصرَّمت أيامه فلقد بقي منها ما تكون به النجاة ولئن ترحَّلت لياليه فقد ضلَّت ليالٍ يتحقَّق فيها للعبد منه وإنك لا تعلم يا عبد الله وإنك لا تعلم يا عبد الله أي ساعةٍ سوف تُضِلُّك فيها الرحمات وتطالُك فيها النفحات وأي ليلةٍ تُعتق فيها من النار لتلحق بركب الأبرار أيها الصائمون الكرام أيها الصائمون الكرام لا تكلُّوا من الدُّعاء ولا تملُّوا من القرآن ولا تفتُروا عن العبادة ولا تيأسوا من الرحمة وكونوا حيث يريد الله تعالى كونوا حيث يريد الله تعالى في مساجدكم وخلف مصاحفكم قائمين، راكعين، ساجدين، قارئين، تالين، داعين، مُستغفرين فما هي إلا ليالٍ قلائل فما هي إلا ليالٍ قلائل يظهر فيها المقبول فما هي إلا ليالٍ قلائل يظهر فيها المقبول بعظيم الثواب ويسعد فيها المرحوم بجزيل العطاء فأروا الله تعالى من أنفسكم خيرًا يُؤتِكم خيرًا أيها الصائمون الكرام للطاعات لذَّة للطاعات لذَّةٌ لا يُدرِكُها كلُّ الطائعين ولا يصلُ إليها كلُّ السائرين فهي لا تُنالُ إلا بالإخلاص وبالمُجاهدة ولا يبلُغُها إلا صاحبُ المقامات العالية والصلاة من أعظم أبواب اللذَّات الصلاة من أعظم أبواب اللذَّات عند المُخبتين كما أن الصلاة أثقل شيءٍ على المُنافقين كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الصلاة أحبُّ شيءٍ إلى أهل الإيمان وهي أثقل شيءٍ على المُنافقين ولذلك كان النبيُّ الكريم صلى الله عليه وسلم حيث كملت طاعتُه وكملت لذَّته بالعبادة لربِّه كان يقول عليه الصلاة والسلام وجُعلت قُرَّةُ عيني في الصلاة وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي في الصلاة أي جُعِلَ سُرُورُ نَفْسِي في الصلاة كان يبتهِجُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يبتهِجُ عند إقبال الصلاة يُحِبُّ الصلاة يفرحُ الصلاة يأنسُ يفرحُ بالصلاة يأنسُ في الصلاة وكان النبيُّ الكريم صلى الله عليه وسلم يقولُ لمُؤذِّنِه بلال أَرِحْنَا يَا بِلَالِ أَرِحْنَا بِهَا أَرِحْنَا بِالصلاة كانوا يجدون راحتهم وطُمأنينتهم في الصلاة ألا بذكر الله تطمئنُّ القلوب وأما أهلُ النفاق نسألُ الله السلام والعافية ومن تشبَّه بالمنافقين فهم كما وصفهم ربُّنا جل وعلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كُسالًا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كُسالًا يُراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا معاشر الصائمين ومن دلائل اللذَّة بالصلاة من دلائل لذَّتك بهذه العبادة طول القيام طول القيام فيها طول القيام يُناجِ المصلِّ ربَّه بالقرآن فلا يشعُر بنفسه كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطَّر قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم وقال الفُضيل بن عياض وقال الفُضيل بن عياض رحمه الله إِنِّي لَأَسْتَقْبِلُ اللَّيْلَ إِنِّي لَأَسْتَقْبِلُ اللَّيْلَ مِنْ أَوَّلِهِ فيهولُني طولُه فأفتتِح القرآن فأُصبِحُ وَمَا قَضَيْتُ نَهْمَتِي أي أن هذا التابعي الجليل حينما يفتتِح الصلاة في الليل يرى الليل طويرًا ولكن الليل سرعان ما ينقضي لشِدَّةِ وَلِعَظِيمِ لَذَّتِهِ بِالصَّلاةِ وَلِعَظِيمِ لَذَّتِهِ بِمُنَاجَاتِ رَبِّهِ بِالْقُرْآنِ أيها الصائمون الكرام لولا ما يجدون من لذَّةٍ في طول القيام والمناجات لأسرعُ الركوع ولكن يمضي الليلُ كلُّه والواحدُ منهم في مناجاتٍ لا يشعُرُ بنفسِه حتى ينقضي الليل ولذلك تكاثَرت الآثارُ والنُقُولاتُ والأخبارُ عن الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام منهم من كان يقوم بنصف القرآن ومنهم من كان يقوم بثلث القرآن ومنهم من كان يقوم بالقرآن كلِّه إنها نفوسٌ كبارٌ وإراداتٌ عظيمة وإيمانٌ شامخٌ عند هؤلاء الرجال الأفذاذ أيها الصائمون الكرام ومن دلائل اللذة بالعبادة كثرةُ البُكاء كثرةُ البُكاء فرحٍ بالله تعالى ومناجاتِه سبحانه ورجاءً له وخوفًا منه حتى تبتلَّ مواضعُ سجودهم وتبتلَّ مواضعُ عبادتهم كما حدَّثت بذلك أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قالت لم يبكي حتى بلَّ حجره قالت ثم بكى صلى الله عليه وسلم فلم يزل يبكي حتى بلَّ لحيته قالت ثم بكى صلى الله عليه وسلم فلم يزل يبكي حتى بلَّ الأرض التي يسجدُ عليها أو كما نُقِلَ في الأثر عن أم المؤمنين رضي الله عنها معاشر الصائمين ومن دلائل اللذَّة بالعبادة ومن دلائل لذَّة العبادة قيامُ الإنسان قيامُ الليل وإقبالُ المسلم على صلاة الليل ونسيانُ كل لذائذ الدنيا مُقابلَ لذَّة مناجاة رب العالمين في جوف الليل كما وصف ربنا جل وعلا كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال الله جل وعلا في وصفهم أيضا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون قال أبو الدرداء رضي الله عنه صاحبُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو الدرداء في عبارةٍ عظيمة عبارةٌ في عبارةٍ سطَّرها التاريخ لولا ثلاثٌ لولا ثلاثٌ ما أحببتُ العيشَ يوماً واحداً الضمأ لله بالهواجر يعني الصيامَ في أيام الصيف الشديد والسجود لله في جوف الليل قيامُ الليل والعبادة ومُجالسةُ أقوامٍ ينتقونَ ومُجالسةُ أقوامٍ ينتقونَ أطايبَ الكلام كما يُنتقَ أطايبُ الثمر أولئك قومٌ أولئك قومٌ وَجَدُوا لذَّةَ المُنَاجَاتَ وَعَرَفُوا قِيمَةَ الْخَلْوَةِ بِاللَّهِ تَعَالَى عَرَفُوا قِيمَةَ الْخَلَوَاتِ في جوف الليل أحَسُّوا بِنَعِيمٍ وَلَمْ يُحِسَّ بِهِ غَيْرُهُمْ هذا النعيم وهذه الجنة وهذه اللذة التي وصفها شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني قدَّسَ الله روحه حينما أغلِق عليه باب القلعة في السجن قال رحمه الله أنا جنَّتي وبُستاني في صدري أحَسُّوا بِنَعِيمٍ لم يُحُسَّ به أحَسُّوا بِنَعِيمٍ لم يُحِسَّ بِهِمْ غَيْرُهُمْ فَتَجَافَتْ جُنُوبُهُمْ عَنْ مَضَاجِعِهِمْ وَفَارَقَ النَّومُ أَعْيُنَهُمْ وَاكْتَفَوُوا بِالْخَلْوَةِ بِرَبِّهِمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لم يأسَفِ العُبَّادُ أيها الصائمون أيها الصائمون الكرام لم يأسَفِ العُبَّادُ لم يأسَفِ العُبَّادُ والصالحون على الدنيا عند فواتها إلا على فراق إلا على فراق أمثال هذه المواسم ولم يسُحُّ الدموع ولم يسُحُّ الدمع عند رحيلهم على قيام الأسحار لم يسُحُّ الدمع عند رحيلهم إلا على فوات قيام الأسحار وضمأ الهواجر وبعد وبعد أيها الكرام أيها الصائمون أنتم في دار المهلة وأنتم في دار العمل فماذا أنتم فاعلون ولم تزالوا في دار العمل فكيف تصنعون وقد سنحت هذه السوانح بلَّغَكم الله رمضان وبلَّغَكم العشر الأواخر منه سوانح وفرص لم تسنح لغيركم فماذا أنتم فاعلون فلماذا يصنع الناس كما صنع أهل الغفلة من قبلهم سوَّفوا وأمَّلوا